أنهى اليوم المشاركون في منتدى وزارة البستوى التكنولوجيا الحديثة للاتصالات والذي جاء تحت شعار دور شركات الاتصالات للهاتف النقال في التنمية الاقتصادية جرت المناسبة بأحد فنادق العاصمة أنجامنا تقرير هارون أب آدم خرج المشاركون من هذا المنتدى التفاكوري الذي نظم تحت شعار دور شركات الاتصالات للهاتف النقال في التنمية الاقتصادية خرجوا بتوصيات طلبوا فيها الحكومة بتقليل الضرائب المفروضة على الفاعلين في الاتصالات وخاصة ضرائب الأبراج والمكالمات الدولية الصادرة أم الواردة إضافة إلى ضرورة تفعيل مشروع الألياف الضوئية وإنشاء المدرسة الوطنية العليا للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وطالبوا الشركات الخاصة في مجال الاتصالة للهاتف النقال تحسين خدماتها للمستهلكين وخلق إطار للتبادل وأخيرا يجب على سلطات تنظيم الاتصالات العمل من أجل الحد من تشويش شبكة الشركات العاملة في دولة الكاميرون المجاورة وتحويل الغرامات التي تفرض أحيانا على الشركات إلى مشاريع استثمارية ومن جانبه ممثل وزير البست والتكنولوجيا الحديثة للاتصالات فقد أكد أن الحكومة تولي اهتماما كبيرا لمجال تكنولوجيا المعلومات والاتصال لذا فإن مشاركة القطاع الخاص يعتبر ضرورة حتمية من أجل التنمية المستدامة